بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية المتوسط للصف الثاني متوسط لمادة الرياضيات تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب قبل البدء بالدرس أن يكون المكان مناسب ثانيا عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الانشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثا احضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام محمد يحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أمل تحرص على الجلوس بشكل صحيح أحمد لا يغادر الدرس قبل انتهاء الحصة الوحدة الرابعة لمادة الرياضيات الدرس الأول الأعداد من العدد 71 وحتى العدد 80 درسنا لهذا اليوم هو الأعداد من العدد 71 وحتى العدد 80 سوف نقوم بقراءة هذه الأعداد والتعرف عليها أهداف الدرس أولا أن يتعرف الطالب على الأعداد من العدد 71 وحتى العدد 80 بشكل صحيح ثانيا أن يقرأ الطالب الأعداد من العدد 71 وحتى العدد 80 بشكل صحيح ثالثا أن يميز الطالب الأعداد من العدد 71 وحتى العدد 80 بشكل صحيح يوجد لدينا هنا عزيز الطالب الأعداد من العدد 71 وحتى العدد 80 سوف نقوم بقراءة هذه الأعداد أرجو منك عزيز الطالب تكرار العدد خلف المعلّم نبدأ العدد 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 78 78 79 79 79 79 80 العدد 80 قمنا بقراءة الأعداد من العدد 71 وحتى العدد 8 وحتى العدد 80 80 يوجد لدينا هنا عزيز الطالب العدد 73 73 73 خانة الأحد تحمل العدد 3 خانة الأحد تحمل العدد 3 خانة العشرات تحمل العدد 7 تحمل العدد 7 80 أحسنت العدد 72 هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على العدد الموجود في خانة الأحد؟ أحسنت العدد الموجود لدينا في خانة الأحد هو العدد 2 ما هو العدد الموجود لدينا في خانة العشرات؟ أحسنت العدد 7 هو العدد الموجود لدينا في خانة العشرات إذن العدد 72 العدد 2 هو العدد الموجود لدينا في خانة الأحد كذلك العدد 7 هو العدد الموجود لدينا في خانة العشرات العدد الموجود لدينا في خانة العشرات النشاط الأول صل الأعداد بما يماثلها في هذا النشاط يوجد لدينا مجموعة من الأعداد في الجهة اليمنى كذلك مجموعة من الأعداد في الجهة اليسرى يطلب من النشاط إيصال الأعداد بما يماثلها من الجهة اليسرى ما هو العدد المماثل للعدد 71؟ العدد المماثل أو العدد المطابق هو العدد نفسه إذن العدد 71 يماثله أو يطابقه العدد 71 نقوم بإيصال هذه الأعداد ببعضها العدد 73 73 ما هو العدد المطابق أو المماثل للعدد 73 أحسنت العدد المطابق للعدد 73 هو العدد نفسه العدد 73 كذلك العدد 75 ما هو العدد المطابق للعدد 75 في الجهة اليمنى العدد المطابق له هو العدد 75 أحسنت بارك الله فيك نقوم بإيصاله بما يطابقه أو بما يماثله كذلك العدد 78 ما هو العدد المطابق للعدد 78 أحسنت العدد المطابق له هو العدد 78 العدد التالي العدد 80 هل نستطيع عزيز الطالب إيصال العدد 80 بالعدد 79 أحسنت العدد 80 لا يطابق العدد 79 العدد 80 يطابق العدد 80 تبقى لدينا هنا العدد 79 نقوم بإيصاله بما يطابقه وهو العدد 79 قمنا بإيصال العدد 79 في العمود الأيمن بما يطابقه من العدد في العمود الأيسر كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بقراءة هذه الأعداد في العمود الأيمن قمنا بإيصالها بما يطابقها أو ما يماثلها من الأعداد في العمود الأيسر النشاط الثاني لون كل عددين متطابقين بلون واحد لون كل عددين متطابقين بلون واحد في هذا النشاط يوجد لدينا مجموعة من الأعداد سوف نقوم بقراءتها والتعرف عليها ومن ثم تمييز الأعداد المتطابقة وذلك بتلوينها بلون واحد العدد الأول 75 العدد الثاني 72 العدد الثالث 78 77 72 76 خمسة وسبعون خمسة وسبعون ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون النشاط يقول قم لوّن كل عددين متطابقين بلون واحد لوّن كل عددين متطابقين بلون واحد ما هو العدد المطابق للعدد خمسة وسبعون ما هو العدد المطابق للعدد خمسة وسبعون العدد المطابق له هو العدد نفسه العدد خمسة وسبعون إذن نقوم بالبحث عن العدد خمسة وسبعون وتمييزه وذلك بتلوينه نقوم بإيجاد العدد 75 وتمييزه وذلك بتلوينه كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتلوين العدد 75 وذلك باللون الأخضر قمنا بتمييز العدد 75 وذلك باللون الأخضر العدد التالي 72 72 ما هو العدد المطابق للعدد 72 هل العدد 78 يطابق العدد 72 أحسنت العدد 78 لا يطابق العدد 72 إذن ما هو العدد المطابق للعدد 72 أحسنت العدد المطابق للعدد 72 هو العدد نفسه هو العدد نفسه وهو 72 نقوم بتمييز هذه الأعداد وذلك بتلوينها بلون واحد العدد التالي 78 ما هو العدد المطابق للعدد 78 أحسنت العدد المطابق له هو العدد نفسه العدد نفسه إذن العدد 78 نقوم بتمييزه وذلك بتلوينه باللون الأحمر كذلك نقوم بإيجاد العدد 78 هنا وتمييزه نقوم بإيجاد العدد 78 هنا وتمييزه وذلك بتلوينه باللون الأحمر تبقى لدينا العدد 77 العدد 77 هل يوجد لدينا هنا عدد 77 أو هل يوجد عدد مطابق للعدد 77 أحسنت لا يوجد عدد مطابق للعدد 77 إذن لا نقوم بتمييز هذا العدد كذلك العدد 76 لا يوجد لدينا عدد مطابق للعدد 76 في نهاية هذا النشاط أشكر الطالب وأشكر الأسرة على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد